كما اطلع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك على سير الاوضاع في محافظة المهرة وسير العمل في الجوانب الخدمية والتنموية والامنية في اطار الجهد التكاملي لتحسين معيشة المواطنين اضافة الى الاولويات القائمة للتركيز عليها في الفترة الراهنة والمستقبلية واشاد بن مبارك خلال اتصال هاتفي مع محافظة المهرة محمد علي ياسر بجهود السلطة المحلية في تعزيز الوضع الخدمي والتنموي والاستقرار الامني والسلم الاجتماعي وما تمثله محافظة المهرة من نموذج للتعايش السلمي من جانبه ثمن محافظة المهرة اكتمام دولة رئيس الوزراء بمحافظة المهرة وحرصه على مساندة جهود السلطة المقلية للقيام بمسؤولياتها ومعامها بما يخدم تطلعة ابناء المحافظة